حموتي الأستاذ بجامعة محمد الأول بالمدينة في مجال البحث العلمي تتوجه بنيله العام المنصرم الجائزة العربية للكيمياء والتي يمنحها اتحاد الكيميائين العرب جائزة تنضف إلى أخرى دولية كان قد حاصل عليها في العام 2006 مصارو بالخير ضمن روبرتاج عبد الحامد المرابط وعبد العالي أعميرش قلة الإمكانيات المتاحة للبحث العلمي بالمملكة لم تمنع الدكتور بلخير حموتي أستاذ الكيمياء بكلية العلم بجامعة محمد الأول بوجد من ركوب التحدي فهذا الباحث الذي يدير مختبر الكيمياء التطبيقية والبيئية نشر حتى الآن أكثر من 130 مقالا علميا وله سبع براءة اختراع مشكلات البحث في العالم العربي أولا تنقصها تحفيزات ثانيا الموارد البشرية كلها منهبكة في التدريس وإعداد البرامج والوقت اليسير مخصص للبحث العلمي الجهود العلمية للباحث أثمرت تتويجه العام المنصر بالجائزة العربية للكيمياء التي يمنحها اتحاد الكيميائيين العرب جائزة تنضاف إلى جائزة السيفية الدولية التي نالها عام 2006 باعتباره أول مغربي له أكبر عدد من المنصرات العلمية في بداية الألفية الثالثة جائزة LCV التي تنشر ثلث الانتاج العالمي والثلثان أضافته في واحد القاعدة أو بنك ديال المعطيات لسمة سكوبوس فكان الاسم ديالي هو حموتي أول الباحثين المغاربة الذي يملك أكبر عدد من المقالات العلمية في هذا الموقع الأستاذ الباحث المفروض على أنه يجتهد في ثلاثة ديال الروافيد البحث التكوين والبتكار وطبع الحال يمكن أن نضيفه كذلك البعد الرابع والذي هو خدمة المجتمع وطبع الحال أنا كنظن على الناس بالخير وكن نهنيه بالمناسبة كنت توفر فيه هذه الصفات الباحث ذو الأربعة وخمسين عاماً الذي تلقى تكوينه الأكاديمي بالمملكة هو أيضاً عضون في الهيئة المغربية للإعجاز العلمي ويشرف على إصدار مجلة علمية بجامعة محمد الأول متخصصة في البيئة فضلاً عن تأثيره المستمر للطلب الباحثين بكلية العلوم بعلاقة بمجال الأدب هذه المرة نشير إلى أن جائزة المغرب للكتاب برسم العام الجاري عادت اليوم للكاتب يوسف فاضل في صنف الرواية عن روايته طائر أزرق نادر يحلق معي بينما توجى أحمد بلحاج أيت ورهام في صنف الشعر عن دوانه لأفلاكه رشاقة الرغبة أخيراً حلت اليوم الذكرى العاشرة لانطلاق موقع تواصل الاجتماع فيسبوك والذي أحدث ثورة حقيقية في مجال التواصل المباشر والسريع بين الأشخاص والشعوب أم الخالد لم يكن يتوقع يوماً هذا الشاب مارك زوجنبرغ المزداد عام 84-900-1000 أن يصبح بعد عشر سنوات من تأسيسه لموقع الفيسبوك أصغر أغنى رجل في العالم إلى جانب كبار أثرياء القارات الخمس بثروة فقط 28 مليار درهم هذا العملاق الأمريكي صار اليوم يتربع على عرش أكبر سلطة للتواصل في العالم واحدث ثورة